موسيقى بنسق متسارع يقود العالم إلى حفة المجهول يتسع حيز العنف في الخطاب الرسمي الأوكراني ويتدخم يطرق الرئيس فلاديمير زيلينسكي باب الجنون هذه المرة بدعوة صريحة لحلف النيتو لشن ضربات نووية استباقية ضد روسيا لا يقيم المتحدث وزنا لكلماته رغم أن الخطوة في حال وقوعها مرادفة لحرب نووية لا تبقي ولا تذر بتقدير الكريملان ومع ذلك لا تثير الدعوة على خطورتها وتطرفها انتباه الغرب تسم عواصمه آذانها مزهوة بخطاب كييف المثخن بالعداء تجاه موسكو بتعبير وزير الخارجية سيرجي لافروف فيما أقامت العالم ولم تقعده بنشر ما مفاده أن روسيا تبتزه بحرب نووية رغم أن دعوات زيلينسكي أوضحوا دلالة وأحق بالإدانة زيلينسكي دعا سياده الغربيين إلى تنفيذ ضربة نووية استباقية ضد روسيا وبدعوته تلك أظهر للعالم كله مستوى التهديد الذي يشكله نظام كييف والذي يؤكد ضرورة العمليات العسكرية الخاصة التي تهدف إلى تحييد التهديدات محاولات مساعد زيلينسكي لتبرير تصريحاته والتأكيد على أنه كان يقصد شيئا آخر مصيرة للسخري ما زلنا نذكر التصريحات التي أدل بها في يناير الماضي وأكد خلالها السعي أوكرانيا لامتلاك أسلحة نووية ترى موسكو أن انفلات عقل زيلينسكي من عقاله لم يكن ليحدث لولا الدعم الغربي يتكئ نظام كييف على المدد العسكري المحمول إليه برا وجوا في تطعيم خطاباته بسحنات مفرطة من الكراهية ضد روسيا يتماهى البيت الأبيض مع ذلك بالتأكيد أن العالم بات على شفى مواجهة نووية هي الأخطر منذ تلك التي حملتها الأزمة الكوبية قبل ستين عاما في مقابل هذا الاندفاع والطيش تتمسك روسيا بعقيدتها النووية القائمة على محددات واضحة تظل العقيدة العسكرية للاتحاد الروسي وأساسيات سياسة الدولة في فضاء الردع النووي دون تغيير تهدف محاولات واشنطن وأتباعها من خلال تشويه موقفنا إلى ترهيب المجتمع الدولي وإجبار جزء العقلاني على اتباع المسار الفاشل المتمثل في الدعم المتهور لكييف في جميع مغامراتها ومع ذلك لا يخلو الموقف الروسي من تحذير حازم من أن نهج الدعم اللامحدود يقرب التكتل الغربي من مواجهة مباشرة بما تحمله من مخاطرة تهدد العالم برمته صمت الغرب عن كييف إذن مرتين حين دعا زيلنسكي إلى شن ضربات نووية استباقية ضد روسيا ومرة أخرى حين طلب انضماما استعجاليا لحلف الناتو فالغرب يسمع فقط ما يريد ويشي الصمتان بأن كل دعم لكييف دون العضوية في الحلف متاح بما في ذلك تجاهل تحريضها على حرب عالمية ثالثة مدمرة